اصدقائي حبيبي طلاب الصف الخامس الابتدائي هنشتغل النهاردة معاكم منهج كناكت فايف الصف الخامس الابتدائي الترميل اول زي ما احنا متعودين على القناة بنشتغل من كتاب استاب اهل النهاردة المراجعة بالكامل على يونت فايف اليونت كله كان سهل وبسيط حتى الجرامر بتاعه سهل جدا هنا هنبدأ اكسرسايز نمبر وان هتقلبوا معايا الكتاب علشان نقرأ القطعة هنا بيقول لنا يعني الساحل في مصر بيشمل البحر المتوسط البحر الاحمر في كل البحرين في يوجد العديد او المختلف من النباتات والحيوانات بعضهم لايك زي تورتلز السلاحف باردز الطيور منغروف تريز اشجار المانغروف الحيوانات اللي هي المهددة بالانقراد there are more than 800 types of seaweeds اللي هي العشاب البحرية and more than 200 types of coral اوكي اللي ببقى تاني الكتاب ايجيبت's coast include the mediterranean sea and the red red river ولا red lake ولا red sea مطلق بطناش هو red sea البحر الاحمر and both of these animals there are many different plants قلنا فيه المختلف من البلانتس والانيمال there are more than 800 types of a قلنا seaweed some of the animals are endangered بعض الحيوانات مهددة بإيه بالانقراد endangered exercise number two هنا بيقول لنا read and complete the text عندنا rock pool اللي هي البرك الصخرية shelter mackowal natural طبيعي ecosystems النظام البيئي connected التترابط او التتواصل everything in the everything in the natural world العالم الطبيعي is connected is connected يعني مترابط this connection between living and non-living things بيقول لنا الترابط اللي بين الكائنات الحية والغير حية is called an ecosystem يسمى بالنظام البيئي dot can be small ايه هو اللي ممكن يكون small الايكو سيستم ممكن يكون small like a like a rock pool طيب وممكن يكون very big زي ايه زي الامازون shelter يبقى number one هنا اول الواحدة هنكتب فيها natural تاني نقاط connect تالت نقاط ecosystem تالت نقاط ecosystem تالت رابع نقاط هنكتب rock pool exercise 3 read the following text the seasons of the year are autumn winter spring and summer دول طبعا الاربع فصول بتوع السنة autumn isn't too hot مش حر قوي and isn't too cold ومش برداوي it's nice season فاصل ايه nice لطيف winter is our country is cold الوينتر الشتاء في الكانتري بتاعتنا بيكون بارد cold but we always have the sun ولكن عندنا شام the flowers are beautiful and spring طبعا flowers الزور بيكون جميلة في spring الربيع but spring is often windy and dusty طبعا بيكون ايه في هوا وعواصف وداستيم بيبقى الهوا اصلا مليء بالطراب in summer في السيف it's hot بيكون حار many people go on holidays بعض الناس بيروحوا اجازات on holidays في الاجازات people don't go to work ما بيروحوش للعمل they rest and have fun بيسترخوا rest بياخدوا اجازة كده يرتاحوا فيها and have fun وبيمرحوا some go to farms والبعض بيروح للفارم some go to the beach and some stay at home وبعض الناس بتروح للشواطئ وبعض الناس بتفضل في البيت it should the correct answer there are عندنا كام season في السنة طبعا عندنا four seasons ما ينفعش يتنسو اهم one two three four هنا عندنا بيبي يقول لنا what's the weather like in autumn الشكل الطقس في ايه الشكل الطقس في ايه rest and have fun زي rest and have fun exercise number four choose the correct word number one you can't must mustn't help your mom at home طبعا you must لازم تساعد منطق في المنزل هشام play playing please chess with his dad هشام ايه هشام هنا القملة present simple مضارع بسيط طيب هشام هنا يحل محل يحل محل الضمير he قلنا he وshe وقت بيجي معاهم الverb في as he should must mustn't shouting the class طبعا ما ينفعش انت هتعل صوتك او تزعق في the class she mustn't علي and heba goes go or go to the park on friday هنا الجملة ايه الجملة الجملة present simple طيب علي وهب دول جمع طيب هنجيب go ولا goes هنجيب go الفرب بدون اضافات لكن لو كان علي الوحد او هب الوحد كنا هناخد goes number five he must بعد must الverb بيجي شكل ايه بعد must و mustn't الverb بيجي bear verb بدون اضافات او الverb في المصدر هيبقى معانا هنا he must come مي كت رن 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 مي كت رن كي طيب ام اكسرسيز number five ري او در در ور در مي correct سنت هنر تب هنب دعنا هنب 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 انشانت وقصده ان الناس بتعمل بجد في مصر القديمة انشانت اي ان انشانت ايجيبت مصر القديمة number two my uncle is a taxi driver my uncle is a taxi driver number six بانك تويت the following sentence طبعا mr mr ihab is an egyptian archeologist دي جملة عاديا نحط فلسطوب اول لتر هيبقى طبعا ihab l-e لازم تبقى capital egyptian l-e هتبقى capital لسه معنا حاجة لا معنا حاجة بس ما تنساش الفلسطوب اللي في الاخر write a paragraph of twenty five words on the following my favorite job my favorite future job الوظيفة المستقبلية اللي انا عوز احنا اخدنا وظيفتين في lesson 5 and 6 اخدنا الوظيفة بتاعت رانا ان هي كانت vet واخدنا الوظيفة بتاعت شريف ان هو كان computer programmer ممكن تتكلم عن واحدة من الاثنين تعالوا نتكلم عن شريف ممكن نقول when i am older لما اكبر i want to be a computer programmer عايز اكون computer programmer when i was young لما كنت صغير i loved playing with computers okay i also really enjoy playing computer games وانا ايضا حقا اي enjoy playing بستمتع بألعاب الكمبيوتر i think it's great to design such games طبعا دي حاجة كويسة ان انت تقدر تصمم مواقع او ألعاب i want to design useful programs عايز برضو ان انا اصمم برامج مفيدة تنفع الناس as well as games ممكن ده براجراف كده سهل وبسيط عن الكمبيوتر براجراف ممكن برضو تتكلم when i am older i want to be a vet مثلا طبيبة بيطرية مثلا ممكن تقول i want to help sick animals ممكن لو انت ما هتقول doctor i want to help sick people اوكي في حاجات كتير ممكن تتكلم عنها اشوف الاسهل ليك وتكتبه وبكده يكون الاكسرسايز خلص والمراجعة على يونت 5 خلص استنوا ان شاء الله يونت 6 هنزله لكم بسرعة جدا على القناة يريد تدعموا الفيديو بلايك ما تنسوش تشتركوا في القناة ولو اعز ان اي حاجات تسبولي في الكمنترات اشتركوا في القناة